أكثر من مئة يوم من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني أعلى الفلسطينيين في قطاع غزة حرب بلغت حصيلة ضحاياها حتى اليوم نحو مئة ألف بين قتيل وجريح ومفقود ثلثاهم من النساء والأطفال وبينما تتواصل الحرب تتواصل معها مواقف الحكومات الغربية الداعمة للاحتلال رغم تصاعد الأصوات الشعبية الرافضة للحرب كما يتواصل في رأي الكثيرين عجز النظام الرسمي العربي عن أي فعل حقيقي يوقف المجزرة المتواصلة وإن أعلن رفضه للعدوان الصهيوني الموقف الغربي يبقى بحسب مراقبين متسقا مع نفسه في دعم كيان منذ تأسيسه سنة ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين وإن صاحب ذلك الدعم المتواصل بعض الانتقادات غير المؤثرة التي يفرضها ارتكاب الاحتلال الصهيوني للمزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين أما عن الموقف العربي الرسمي فقد مر بتحولات عدة على مر سني الصراع فمنذ بدأت الحكومات العربية طريق التسويات والتطبيع مع الاحتلال تغيرت النظرة الرسمية العربية إلى المقاومة الفلسطينية بوصفها عبءا يسمح له بهامش ضيق من الحركة والدعم بعد أن كان دعمها واجبا مستحقا ثم ما لبث هذا الوصف أن تغير بعد انكسار موجة الربيع العربي الذي كان مناصرا للقضية الفلسطينية فانخرطت الأنظمة في الثورات المضادة وتحولت المقاومة الفلسطينية في نظرها إلى خصم ضمن موجة شاملة من التضييق وقمع الإرادة الشعبية المطالبة بحقوق الشعب العربي والمساندة للحق الفلسطيني من هنا فإن احتمال تحول الموقف الرسمي العربي نحو دعم المقاومة يظل احتمالا ضعيفا بحسب محللين بسبب توجس الأنظمة العربية من كل تحرك شعبي ورفض هذه الأنظمة للعمل المسلح كوسيلة لتحرير الأرض المحتلة بينما تبقى خسائر الاحتلال في المعركة وعجزه عن تحقيق أهداف الحرب عاملا رئيسا في إنهاء العدوان على غزة ترجمة نانسي قنقر